رجالنا من جديد وبعد هذا التقرير دائما ما بنسمع هبة عن الإغاثة ودائما نسمع أنه جمعيات بتقوم بإغاثة طبية غذائية وغيرها ولكن اليوم الجمعية اللي معانا رح نتعرف عليها أكثر وهي إغاثتها ثقافية وقدر الفكرة حلوة بأنه قدرة الوصول للمناطق اللي بتعاني من حروب من مشاكل من فقر أنه نقدر نوصلهم ثقافة وفن ونعرف شو المواهب الموجودة عندهم وإقامة بعض الفعاليات لإلهم هاي الفكرة رائعة ورسالة سامية اليوم رح نتفعلها من خلال مبادرتنا ومن خلال الجمعية لليوم جمعية العمل للأمل ورح نتحدث عن الموسيقى الشعبية في بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين من خلال الفعاليات اللي بيقوموا فيها المكاتب المتواجدين في البلدان للتشبيك والتواصل وإقامة هذه الفعاليات بدنا يعني نحكي صباح الخير لضيفنا لليوم وهو مسؤول البرامج في العمل من أجل الأمل إحسان للمعاني صباح الخير أهلا وسهلا فيك أستاذ إحسان نورتنا بيوم جديد وفعلا فكرة رائعة جدا وزي ما قال إبراهيم بالعادة لما بنقول جمعية إغاثية أو جمعية إغاثية بخطر عبالنا أنه بتحاولوا تأمنوا أكل بتحاولوا تتأمنوا مستلزمات بحتاجوها الأشخاص خاصة في مناطق الحرب بس إنكم تفكروا بهاي الفكرة صراحة رائعة جدا وكنا يمكن أنا وياك عم نحكي تحت الهواء بقطاع غزة رغم الحصار رغم الحرب كنا نشوف عم بحطوا موسيقى الأولاد عم ترقص الأولاد عم تلعب وفعلا كنا نحس قد يغير هذا الشيء من نفسيتهم ومن تقبلهم للوضع اللي هم عم بسيقوا فيه شكرا لكم على الاستضافة أهلا وسهلا فيك نحن اسمنا العمل للأمل أو أكشين فور هوب بتأسسنا في بلجيكا وفي لبنان في عام 2015 وبعدين تسجلنا في الأردن تحت مسمى العمل من أجل الأمل في 2020 زي ما حكيتو إحنا بنشتغل على الإغاث قفيلة لمجتمعات المهمة شيئة والنازحة والمهددة بنشتغل على أكثر من محور أول محور هو تسهيل الوصول للمشاريع الثقافية أو الفعاليات الثقافية بهذه المجتمعات فمنهم نعمل مهرجانات ثقافية مهرجانات حفلات مهرجانات سينما مصابقات متعددة الثاني محور هو المحور الأكبر اللي احنا بنشتغل عليه هو المواهب نشتغل المباشرة مع المواهب اللي بتكون مهتمة من هذول المجتمعات بتكون مهتمة في الموسيقى بتكون مهتمة بالتصوير صناعة الألات الموسيقية حتى الشعر بالضبط الكتابة الإبداعية والشعر فهو بيكون أكثر فتح المجال للناس من هذه المجتمعات حتى أنه إذا حابين يكملوا في هذه المجالات يقدروا يكملوا فيها وعندهم أساس قوي على الموضوع نعم المحور الثالث هو أكثر بيكون على مستوى دولي هو التشبيك بين المؤسسات اللي بتشتغل تحت روح وحدة لدعم المشهد الثقافي في بلدانها فهو أكثر لتوحيد القوة خلني نحكي أو أنه يكون فيه تقاطعات بالمشاريع اللي هم بيشتغلوا فيها حتى يكون فيه خلني نحكي زخم في المحتوى في المحتوى وفي الجهد لكل هاي المؤسسات المجتمعات النهاية كلها إحسان الفكرة رائعة ومختلفة يعني زي ما حكينا في البداية نتحدث أكثر عن أكثر من مشروع تحدث عنه الآن والتشبيك يعني لما منحكي ما بين البلدان البلدان اللي انتو وصلتوها واللي عم تحاولوا تقدموا فيها هذه الإغاثة الثقافية حاليا المشروع الفاعل هو واحد من المشاريع الفعالة هو اسمه على خطى الموسيقى مشروع الخطى الموسيقى هو يشتغل لتوثيق الموسيقى الشعبية والفلكلورية في بلاد الشام بين النهرين لأربع بلدان هم الأردن سوريا لبنان والعراق هو فيه له كذا مرحلة بدأت السن الماضي أول مرحلة كانت التوثيق والبحث عن الموسيقى الفلكلورية لهذه المجتمعات طبعا احنا حددنا 11 مجتمع لأنه عملنا النموذج كامل النموذج البحثي كامل حتى أنه يغطي بس مجتمع واحد لأنه مستحيل نغطي كل الموسيقى الفلكلورية للأردن مثلا أو لسوريا أو للعراق ونعمل منها مشروع واضح للمعالم فكان تحديد مجتمعات ضروري فهو بدأ بمقابلات مع الموسيقين الفلكلوريين مع صناع الألات نسألهم على كيف يصنعوا ألاتهم وين بيلاقوا المواد الخام مع الموسيقيين وين بيقدوا الموسيقى تبعتهم كيف بيقدوا الموسيقى تبعتهم ايش بيكون منظور المجتمع لهم كموسيقين شعبيين بعدين أخذنا كل هذه الموسيقى سجلناها سجلنا المعلومات تبعتها وعملنا فيهم تدريبات موسيقية وورشات صناعة ألات الورشات عملناها في لبنان والعراق والأردن نحن حاليا من أسبوع الماضي بدأنا ورشة تعليم الموسيقى فهي على الألات التي من الأردن أخذناها هي المهباش، اليرغول، الشبابة والربابة والطبل فبكل بلد عملنا هذه الورشة الموسيقى يعني عم بصير فيه تبادل كمان ثقافي بين الأردن والعراق واللبنان أدي حلو الموضوع أول شيء أنه يكون عن جد فيه تبادل ثقافي ثاني شيء أنا بدي أسأل عن إقبال الناس لهاي الفعاليات بتحس أنهم هم رغم ظروفهم الصعبة بتحس الواحد مش رايق بس عند الموسيقى عند هاي الفعاليات لا بقولك أنا خليني أجرب خليني أحس أنه أنا بدي أعمل شيء أنا بحبه أكيد هو يعني كمان الفكرة من التركيز على الموسيقى الفلكلورية والشعبية أنه هي دائماً جزء من حياة الناس صح جزء من حياة الناس بالأعراس بيكون في موسيقى عند الحصاد عند الزراعة يعني بكل النشاطات خليني نحكي مثلاً خصوصاً بالريف في النشاطات المجتمعية غالبها فيها موسيقى وهذا هو السبب اللي بيخلي هاي الموسيقى قريبة للناس والناس تكون حابة أن تكون جزء من هذا الأشي صحيح أحسان نتحدث أكثر عن الحفلين الموسيقيين اللي راح تقيموهم وفكرة هذول الحفلين يعني اليوم لأنه الموضوع مشتر فيه بشكل بحث لأنه فيه موضوع إغافة فدايماً في رسالة دائماً في هدف دائماً في عنوان أنتوا عم تحاولوا أنكم توصلوا للناس هو دائماً العنوان بيكون خصوصاً بموضوع الموسيقى الفلكلورية أنه نحن كيف مرتبطين مع أصولنا ومع جذورنا فكيف تفرج أنت الهوية تبعتك عن طريق الموسيقى هاي اللي أنت بتعرفها اللي طالع من أرضك فعلياً وطالع من روحك بتكون الحفلين هم لطلاب من مدرسة العمل للأمل للموسيقى الخرجين تبعونها راح تعلموا ألات جديدة عليهم اللي ذكرتهم من شويل شبابل يرغول مهباش روابا والطبل ما كانوا يعرفوهم من البداية فهم تعلموا من أسبوع الماضي وصارت كل هالورشة بتدريب من موسيقين محترفين شعبيين من الأردن كل الورشة هي بإشراف الفنان فواز باقر وحيكون الحفلة بمشاركة الفنان ليت صديق راح يصيروا في إربد وفي عمان في إربد في مسرح الفنون كلية الفنون في جامعة اليارموك يوم الخميس خمسة تسعة والسبت راح يكون على مسرح الشمس بسبعة تسعة وهو زي ما حكيت بصطارة كل الأغاني اللي صارت في مرحلة البحث من البداية إنه هذا هو من فلكلور نحن نحكي الشمال أو سهل الحوران بالمجتمعات اللي احنا بس عملنا فيها البحث الموسيقي بالبداية حلو كتير المتطوعين اللي حابين ينضموا لكم للجمعية خاصة الموسيقيين اللي عندهم شغف عالي صراحة في نشر البهج والسرور بين الكل كيف بقدروا يتواصلوا معاكم وهل في شروط معينة لا يقدروا يكونوا معاكم ويلفوا بين سوريا والأردن واللبنان والعراق طبعا كلما يكون فيه مشروع يكون فيه شروط مختلفة لا يوجد شيء معين للناس التي تقدروا تنضم إليه بس يقدروا دائما يكون الموقع تابعنا والسوشال ميديا تابعتنا يجبونهم اكتفورهوب دوت أورج أو على فيسبوك وانستجرام العمل للأمل أو اكشفورهوب حلو الأسر غير هذه الحفلات ما فيه شغلات فعاليات أو لو لم تكنوا قادرين توصلوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ناحية إعلامية قد تحاولوا على الموضوع حتى تروجوا لها الفكرة وهذا الأشي سيفتحبواه بمكان لقدام حتى توصلوا بشكل أسرع تشبيك مع المؤسسات مع الجمعيات الأخرى من بعد سنة كورونا كمان مش بس هي كورونا صف كل المشاكل للأسف عم بتصير في الوطن العربي طرح نعمل إشي بالتدخل المباشر في هذه الأماكن بصير فيها مشاكل زي السودان زي غزة في منعمل مشاريع عدة حضرتك ذكرتي غزة بالبداية فإحنا من وقت مصارة الحرب كان في تواصل بينكم وبين أشخاص داخل قطاع غزة بالضبط ففي الناس اللي كانت تكتب نصوص على السوشيال ميديا سواء شعرية أو نصوص بتعبر فيها عن إيش اللي اللي بتمر فيه توصلنا معهم خدنا منهم هاي النصوص وعطيناها لناس عندهم يعني فيزيبلية عالية على السوشيال ميديا على التلفزيون إلى آخرية حتى يحكوا هاي النصوص ويوصلوها لأكبر قدر ممكن من الناس حتى أنه نعبر عن الناس في غزة وصراحة شفنا كتير قصص موجودة داخل قطاع غزة فعلا بيعبر من قلبه عن اللي صاير والوضع اللي هو فيه وقدي بتكون فرحته لما بسمع كلماته عم تتغنى أو كلماته عم بتنحك بطريقة جميلة جدا صراحة فكرة حلوة كتير أسمح لي كمان سؤال بما يخص عدد الفنانين ممكن معاكم أنتوا كفرقة كأشخاص بتعزفو أنت يعني بتعزف أحسان أنا بعزف بس لأسف مش بهاي الحفلة مش بهاي الحفلة ولكن أنت بتحب الموسيقى وتحب الثقافة وتحب الفن يمكنش هذا الإشي عم بتترجم من خلال الجمعية مئة ومئة إيش الآلة اللي بتعزف عليها أنا بعزف غيتار وآلة اسمها بسون حلو فأنا أكتر أوركسترة تعلمت عن ربابا أو لستها حاولت أخذت حصاص بس يعني مها لست ببداية الطريق ببداية الطريق الموسيقين هم رح يكونوا 32 موسيقي غالبهم من أو فعليا يعني تسين بالمئة منهم هم من الشباب اللي تخرجوا من عنا بالإضافة للمدربين اللي علموهم الألات ولا يتصديق إيش كمان مكانتك أنا كمان بدي أعرف عددهم فعليا والأعمار اللي موجودة يمكن بالفرقة وفكرة إنه هاي الفرقة نحكي دائما تطوع إحسان نحكي إنه فيه لازم وقت وجهد نفرغه بالمقابل ممكن الواحد يكون عنده مشاغل تانية عنده أشغال عم يقوم فيها أو عمل رسمي هذا الدمج كيف بتشوف دائما طاقتهم يعني كيف دائما بدهم يقدموا بدهم يروحوا بدهم يسافروا بدهم يعملوا الحفلة شوفوا صراحة يعني الأعمار اللي لدينا هي تقريبا من 18 سنة إلى 25 سنة أو 26 سنة فغالبهم هم يبدرسوا في جامعات أو بيشتغلوا أو بيعملوا أشياء مختلفة في حياتهم ودائما لما بنحكي معهم بعطون الأولوي الأولى فبتعرف أنه يعني أولاً أولاً هو اللي بتكون يعني هالمؤسسة هذا المكان بيعني له إشي وتعني أنه يعني بيحاول قدر ما يمكن أنه يكون مشارك بي زي هيك فعليات لأنه بتعني له أو يعني بيكون أنجد بنتمي إلها وبنحس إحنا أغلب الموسيقيين إبراهيم عندهم إحساس مرهف عندهم تقدير للأمور تقدير للأحداث اللي ممكن تصير يمكن أكتر من إحنا يمكن اللي منسمع الموسيقى هم اللي بازفوا اللي بغنوا بتحس مستوى الإحساس عندهم عالي ومبعف إذا أنت لاحظت هذا الشي صحيح يعني أنا مع هذا الموضوع دائماً نحس الموسيقيين عندهم هيك نحكي روح مختلفة فعلا بعيشوا أحيانا نستاجيا غريبة بعيشوا أحيانا مشاعر غريبة بيقدروا يترجموها من خلال موسيقى وبقدروا يوصلوا لنا شعورهم من خلال عزف يعني مقطعات كثيرة ممكن أنت تسمعها تحس حالك بدك تبكي بدون ما يحكي هذا العزف ولا أي كلمة ففعلا رسائل جميلة بتوصلوها لإلنا نحن مبسوطين بهذه الجمعية كتير وإن شاء الله بيكون لكم مكتب مش بس بالأردن وبلبنان بكل الدول فعلا شكرا لإلك أستاذ أحسان المعاني نورتنا بيوم جديد وكل التوفيق لإلكم شكرا يعطيك العافية شكرا شكرا